هو المؤتمر الثالث لمنظمة الدفاع عن المسيحيين تحت عنوان بعد الإبادة الجماعية الحفاظ على مستقبل المسيحية في الشرق الأوسط المنظمة التي تمكنت من الضغط على الكونغرس والإدارة الأمريكية لوصف ممارسات داعش ضد اليزيديين والمسيحيين وغيرهم من الأقليات بالإبادة الجماعية جاءت إلى الكونغرس مع رسالة جديدة سنترح مع أعضاء الكونغرس موضوع العمل مع العراقيين وحكومة كردستان لإنشاء منطقة آمنة في سهل نينوى حيث يمكن للأقليات الدينية العودة وبناء موطن لهم تحت حماية الحكومات المحلية وبالتعاون مع المجتمع الدولي منطقة آمنة للمسيحيين وغيرهم من الأقليات في سهل نينوى في العراق دعمها عدد من أعضاء الكونغرس الذين حضروا المؤتمر وقد حدثنا منسق المشروع عن تفاصيله كل ما نفعله هو التأكيد على ما دع إليه العراقيون في عام 2014 وهو إقامة محافظة جديدة ضمن سهل نينوى وبهذه الطريقة يمكن لهذه المنطقة أن تتمتع بحق تقرير المصير في إطار النظام العام للبلاد يجب تأمين الحماية لهذه المنطقة فما من أحد سيعود إلى مكان غير آمن نحن لا نقول لأحد ماذا يجب أن يفعل لكننا نؤكد على ما اقترحه العراقيون وهذا يزيد من فرص إنشاء هذه المنطقة بعض الديمقراطيين الحاضرين في المؤتمر تحدثوا عن ضرورة إنشاء منطقة آمنة في كل من العراق وسوريا أدعم القيام بالكثير من الأمور لحماية ضحايا الإبادة الجماعية في العراق وسوريا أعتقد أن إنشاء منطقة آمنة في كل من العراق وسوريا مهم جدا ويجب دراسة كيفية إنشائها هدف منظمة الدفاع عن المسيحيين فصل السياسة عن قضيتهم مهمة صعبة في هذا الموسم الانتخابي خاصة في ظل الانتقادات التي يواجهها الجمهوريون للإدارة الأمريكية حول سياستها لمكافحة تنظيم داعش رانا أبتر الحرة الكونغرس ترجمة نانسي قنقر